فيديو اليوم بعنوان ارحموا الاطفال شوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابي يوسف بحييكم من قناتي مذكرة ممرد من دولة قطر وبقدم لكم هذا الفيديو بعنوان ارحموا الاطفال لو عجبك العنوان خليك معنا للاخر بحكي لك القصة بالتفاصيل هاند واشنك البس القلاوس وهات الماسكو تاع الوراي من واقع خبرة المتواضعة بلاحظ انه في كثير ناس او الاغلبية العظمى الساحقة من الناس اللي بيجونا على المستشفى واللي بنشوفهم في حياتنا اليومية مقصرين جدا 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 في تربية اولادهم وفي رعايتهم سواء من ناحية صحية او من اي ناحية ثانية خصوصا الناحية النفسية فكثير ناس بيتجوز وبيخلف وبيكبر وبربي وبيجوز وبيتوفى وهو مش عارف اصلا شو يعني تربية احنا شفنا اطفال خصوصا في قسم الطوارئ يعني بتشوفوا بتبكي انه كيف ايجالك قلب تعمل في الولد زي هيك مش انه مثلا بضربه او بعذبه حتى على مستوى الاهنال يعني شو معنى انه عندك طفل ويمرض بعد اربعة ايام تجيني على الطوارئ شو باقي تسوي اربعة ايام مثلا فكثير الناس بفكروا التربية انك تشربه وتودي على المدرسة وتعطيه مصروف وتشتري له اواء على عيد هذه اسمها رعاية مش تربية الرعاية بتقدر تعطيها للقريب ولا الغريب ولا ابنك ولا ابن الجران انت بتقدر تطعم اي واحد تعطيه مصروف لأي واحد تعطيه عيدية لأي واحد تتبرع لأي واحد تصرف على اي واحد تكفل اي يتيم لكن التربية لابنك بس التربية بتشمل خمس امور اولا بناء القناعات يعني ابنك بدك تفهمه العقيدة الاخلاق الدين القيام طموحه في الحياة شو لازم يطلع كيف لازم يتعامل مع الناس وهكذا ثانيا توجيه الاهتمامات يعني بدك تعرفه هو شاطر في ايش وشو الاشي اللي كويس اللي لو قضى فيه وقت فراغه ما بكون ضر نفسه ولا اصدق ربني ثالثا تنمية المهارات ابنك عنده مهارة علمية فنية رياضية بحفظ كثير بفهم بسرعة برسوم رسمه حلو بقرأ القرآن صوته حلو بجيب علامات عالية دايما اي مهارة عنده لازم يتنميها رابعا فهم قواعد العلاقات يعني مع مين يحكي مين صاحب مين يتجنب شو الاشكال اللي ما بصير يختلط فيها كيف يصلح العلاقة كيف يبدأ العلاقة كيف ينهي العلاقة خامسا اختيار القدوة يعني المثل العليا او الناس اللي كويسة مثل الانبياء والصالحين والعلماء وغيرهم اللي ممكن تخددي فيهم وتقلدهم وكيف طبيعة العلاقة بينك وبينهم يعني في اشياء ما بصير تقلد فيها القدوة فرق ثاني بين الرعاية والتربية الرعاية يمكن تفوض انسان انه يقوم فيها بس التربية لازم تقوم فيها بنفسك يعني انا ممكن اعطي فلوس لواحد عشان يتبرى فيها لواحد ثاني ممكن مثلا ساكن بعيد عني او لا اي سبب لكن ابني ما بصير واحد ثاني يقعد معه ويفهم الصح من الغلط او الحلال من الحرام في مثل امريكا بيعجبني بيقول انت مش مجبر انك تخلف لكن اذا خلفت انت مجبر تربي ففي الدول المتطورة لو انت خلفت ولد وسمعه الجران مثلا صوته بيبكي او بيصرخ او شافهه جعان او مضروب او تحت عينيه ازرق او بايقى تطف السجارة في ظهره او الى اخره بكل بساطة الولد رح ينسحب منك وعمرك ما رح تشوفه مرة ثانية لانه هناك الطفل اله احترامه ويلو حقوقه لكن عنا احنا اللي بندعي ان احنا مسلمين منشوف ناس ما بيحترم الطفل ولا بيخافوا ربنا فيه بعض الامهات بتحسسك انها ما بدها الولد دي مرض او ما بدها تتغلب فيه تعطيها الدواء بتقول له مرتين اليوم بتقول لك اكتب لي على علبة تعطيها الكريم بتقولها دهني للولد بتقول لك دهن قدامي ووريني كيف بتراجع العيادة كل يوم او كل يومين وبتقول لها هذا الكريم يدهن بالبيت بتقول لك صر نجين ادهنه انت هسه ومسا انا بادهن له طب انت ليش امه ما بدك تغلب فيه لو بدنا نتكلم عن العنف ضد الاطفال العنف ضد الاطفال هي الاساقة لأي شخص عمره اقل من 18 سنة بأي شكل سواء لفظية جسدية نفسية ضربته ثبت عليه حرمته من الاكل من الشرب من المصروف حرمته من التعليم كلها تعتبر اساقة على الصعيد العالمي هناك حوالي مليار طفل عانوا من الاساقة السنة الماضية في القوانين الدولية وقوانين الدولة اللي بتحترم حالها حتى تقييد الحركة يعتبر اساقة للطفل يعني ابنك قاعد مثلا اسبوع او سبوعين في البيت انت مش راضي تطلعوا شمي لهوا هي تعتبر اساقة كأنك ضربته بالزبط ومنها سوء المعاملة لا اقصد فقط بكلمة سوء المعاملة ان مثلا تضربه او تسب عليه لا لو ابنك بزن عليك وعشان يسكت تعطيته الايباد عشان يلعب فيه هي تعتبر سوء المعاملة لو ابنك بعيط عشان تعطي الموبايل يتفرج على تيك توك هذي تعتبر سوء المعاملة لازم يتفرغ من وقتك ساعة او ساعتين تقعد معاه تلعب معاه تقوي علاقتك فيه مش كل اشي مبعي لأيباد بذكر مرة من المرات كنت مداون في قسم طوارع فاجاني رجل معاه ابنه يمكن عمره سنتين اظن او اقلب شوي الولد ايده مكسورة الساعة سنتين الفجر بقول له طب هذا عمره سنتين كيف انكسرت ايده هو بالبيت جل الولد زهج فتحت الباب قلت له روح لعب في الشارع وطبعا اجي واحد ابن حلال سايج على اعلى سرعة مش بتوقع انه فيه حدا صاحي في هاي الوقت فضرب الولد كسر له ايده فانت لما يزن عليك فتقول له روح لعب في الشارع هيتعتبر اساءة وبتتحسب عليها امام الله انا ما بحكي قانون بحكي شرع برضو العنف يمكن يؤدي للوفاة ويمكن يؤدي الى اصابات خطيرة ويمكن يؤدي الى امراض نفسية تفكرش انه الولد لو ضربته كافة عشر اومية وطفيت فيه سجاير وسبيت عليه وبهدلته قدام الناس واشتكيت منه قدام خلق الله رح اقول لك شكرا وراح اظل لحبك طول العمر ممكن اول ما يصير عمره ثمانتعاش او عشرين سنة يبطل يحكي معك ممكن اذا اتجوز عمره وما يزورك فالاشي اللي بتعمله اليوم ممكن اثر عليك لبعدين ممكن ايضا العنف قلل التحصيل الدراسي الولد بكون اول على المدرسة بتلاقيه صار يرسب كل سنة وممكن يتجه لسلوكات خطيرة مثل التدخين والعدمان والسكر وغيره بالنسبة للبنات ممكن برضو تلاقي حالات حمل غير مشروع او امراض معضية او امراض قاتلة كمان فانا ما بقول انه اي واحد بسيق لابنه وبنته رح يصير فيه زي هيك بس كل اللي صار فيهم زي هيك كان عندهم اساءة من اباهم امهاتهم للأسف الشديد اكتر اشي برفع ضغطي انه القوانين قوانين حماية الطفل في الدول العربية مجرد حبر على ورق بتلاقي الولد بيجي عالطوارئ شكله بقول انا انضربت شكله بقول مشان الله يشتكوا على امه وابوي شكله بقول انا متعرض لاساءة في الاخير بيجي الدكتور بقولك انا مالي فخارك اخسر بعضه هس لو بلغته الشرطة رح تصير سين وجيم وكل يوم نازل على المحكم الشهادة وفي النهاية لو طلع الحق علي الاهل بدهم يرفع علي قضية التعويض انا شو بدي في الشغلة ابنه وهو حر فيه احنا ما ضيعنا غير كلمة ابنه وهو حر فيه لازم تنتبه للطفل من ضمن التربية لازم تنتبه للطفل انه ما ينجرح ما ينحرق ما يلعب في اشي ما يحط ايده في الكهرباء ما يشرب فلاش او كلور او هايبكس او اي اشي يعني بذكر مرة من المرات ايجاني الطفل على الطوارئ ايده مجبرة فابوه بقول لي الولد بده جبيرة بقول له ما هاي ايده مجبرة بقول لي لأ هاي ايده انكسرت قبل اسبوع وايده الثاني انكسرت اليوم بقول له مدام الولد مستهدف ما شاء الله واضح انه يعني شخصية كبيرة في البلد المافيا طال براسه خلص لا تطلعه من الدار ليش ولد عمره ثلاثة اربع سنين بيظل في الشارع من عشد ظهر لتنعش بالليل انا مش فاهم وبشوف حاليا يعني امهات في عيادة الحروق بتجيب لك الولد ايده محروجة فبقول يعني واضح انه الايد حرق جديم فبقول لها طب هذا حرق جديم شو بدي سوي له بتقول لي لأ ما هون سدرون حرق مباري حيصر لها سنة او مثلا الولد اخون حرق قبل ستة شهر هسهون حرق طب انت وين بتكوني اول مرة امر الله ثاني مرة امر الله ثالث بعدين اكثر نوعين من الاطفال بترفع الضغط او بتكسر الجلب الاطفال اللي امهم وابوهم بكونوا منطلقين او منفصلين او مختلفين ولساتها على ذمته انت من حجك تزعل من الزلمة ومن حجك ترفض العيش معها بس قبل ما تطلب الطلق او قبل ما تعيش معها بدون نفس اتذكر انه الطفل هذا ما له ذنب يعني ايش ام بدها تجهر طليقها على ابنه او بنته بتقول للولد هاي علبة كلور اشربها شو يعني ام بتقول للولد هاي مصموة رو حطه في الكهرب عشان تتكهرب وفي النهاية بترن على طليقها هاينا بالطوارئ ابنك جاعد بموت اذا انت زال ما تعال اسأل فيه شفت حالات كتير زي هيك شو يعني ام عندها ولاد عمره سبعة ثمانة سنين مريض سكري تقعد اسبوع وسبوعين مش معطيته انسولين وكل شبس وباسكوت وايس كريم اللي بدك يا لما يصير السكر عنده الف ويدخل في دي كي ايه تيجي بتدمشنه على المستشفى وفي الاخير بترن على ابوه اذا انت زال ما تعال اسأل عن ولادك انت عارف شو يعني دي كي ايه عارف شو عملت في الولد من التربية للطفل برضو زي ما انت بدك تعلمه هو صغير ايش ميوله وايش قدراته وايش مهاراته وشو الاشياء اللي هو شاطر فيها برضو لما يكبر لا تتدخل في خياراته الولد جايب تسعة تسعين ونص بالمية وحب يدرس رياضة هو يعني هو شايف انه لو درس هاي الشغلة رح يدرسها عن رغبة وراح يشتغل فيها عن حب وراح يبدع فيها خلص خلي يدرس رياضة يعني انت شو تستفيد لما يقولوا لك يا ابو الدكتور راح وابو الدكتور ايجا والدكتور بيشتغل بدون نفس وبيقرأ كلمة وبنسة عشرة وفي الاخير بيطلع دكتور فاشل انه احسن يطلع معلم مدرسة مع احترامي لكل المهن انه احسن يطلع محامي كويس ولا ممرض كويس ولا طبيبي كويس ولا يطلع مثلا مهندس فاشل او يطلع مغني فاشل او مطرب فاشل انا ما بقولك انه ممكن حسب نظرك يختار مهنة اجل ممكن يختار مهنة احسن بالنسبة للامهات بذات والاب مش مستثنى من هذا الكلام لكن انا بتكلم بالنسبة للامهات لان اكثر واحد بتقضي وقت مع الطفل خصوصا البيبيهات بالنسبة للامهات لو ابنك عنده مرض مزمن مثلا سكري ازمة ربو اي اشي فانت مجبرة تتعلمي كل اشي بتتعلق في هذا المرض لو ابنك عنده سكري لازم تتعلمي تعطيه ابرة الانسولين لو ابنك عنده ربو لازم تتعلمي كيف تحطيه التبخيرة في البيت او استعمل البخاخ في البيت لو ابنك عنده اي مرض بالدنيا لازم تتعلمي شو علامات الخطر اللي بتستدعي انه هسه اطلعي عالطوارئ لا تصبري مش يكون ابنك المرض عنده من سنتين وثلاث واربع وبتعرفيش اسماء الادوية اللي عنده الولد بيكون ماشي على دويين او ثلاث مش عارفة تحفظ اسميهم ودير بالك زي ما هو القانون لا يحمل مغفلين برضو الطب لا يحمل مغفلين ما في اشي اسمه انا ابنة شنج ست سبع مرات وجيت بعد سادس مرة باسبوعين عشان اشوف الولد مريض صرع ولا هاي شغلة عرضية وراح تروح انا ما بيقول لك تطلعي دكتورة بس على الاجل اسألي هل هذا وضع سيريس او جدي او حرج ولا لا هل اطلع المستشفى ولا لا اسأل اي واحد جرابتك دكتور دلاني ممرض يا ست تعالي اول مرة بتشنج على الطوارئ مع دفاع مدني وكركب الدنيا وعمل اللي بدك ايها تيجي عندي وانت وضعك مش طارئ احسن ما انك تنسي حالك وتنسي ولادك وهم قاعدين بموتوا انا شفت واحد عن جد بتقول لي ابني كل اسبوع بتشنج مرة وهاي خامس اسبوع تشنج خمس مرات بدي افحص وهل عنده صرع ولا لا وجيت نسي احد عش بالليل قلت لها هذا بده موعد في العيادات وبده تخطيط اعصاب هاي لحالها بدها موعد لست شهر لقدام وبده صورة طبقية للمخب وبده شغل يعني جاي بعد شهر كان صار مخلص كل هالفحصات في نسبة قليلة جدا جدا من الامهات انا اسف في هذا اللطف لكن حرفيا بتكون دايرة على حل شعرها الطفل برضو ملوش دم انه انت تجوزت واحد ما عجبك او ما اتفكته او كرهتي او حتى لو ظلمك الطفل ملوش دم يعني ايش الولد كل ما يسهل مرة او مرتين تيجع طوارقته بعد ساعتين تترجي في الدكتور يعمل لدخول في الاخير ترمي الطفل عند مرافقة المريض اللي جنبك وتطلع مع حبيبي القلب انا اسف بس هاي الاشياء بتصير ولو بنسبة واحد في المليار بتصير او شفناها بعينينا او مثلا انت في البيت تترك الولد عند امك او في بيت اختك او في بيت اخوك وتطلع على حل شعرك خلفتي ولد مجبورة تدير بالك عليه هذا كلام يعني شرعا قدام ربنا رح تتحاسب عليه نقطة مهمة جدا جدا وهي الكونسينت فورم للاطفال اي طفل بحتاج اي نوع من العلاج سواء علاج عادي ان شاء الله شراب كح على الرشح او عملية كبرى للاشياء الكبيرة لازم يتوافق امه او ابوه فاذا كنت انت رح تقرري قرار بخص حياة ابنك او بتحكم في حياة ابنك لازم تتجي ربنا في هذا القرار بما ان انا بداوم في عيادة حروق بشوف كثير اباء وامهات بقول لك الولد اذا عملنا له عملية ممكن تترك اثر لا تترك اثر حرام بس انه يصير معاه التهاب في الجروح ويتحول الى سبتسينة وبعدها يموت تجرثم بالدم احسن يعني بعض الاحيان الاباء بقرروا قرار بخلي ولادهم يا اما يتعانوا شهرين او ثلاثة زيادة على الفاضي يا اما يتوفوا هم اصلا كان بالامكان تنقذهم فبدك تتقي ربنا في صحة ابنك لما تكون انت نائب عنه في اتخاذ القرار هذا هو الموضوع باختصار واسف لو طولت عليك او اسف لو احتديت بالكلام شوي لكن الطفل كائن صغير ضعيف ما بيقدر يقرر عن حاله فبده حدا يدافع عنه والطبيب والممرض او الوصف الوظيفي لهم هم محامين عن المريض فلو الطفل ابوه مقصر فيه احنا شغلتنا نقول للشرطة هذا الولد شكله والله العليم احتمال لحالة عنف اسري احبسوا ابوه او حققوا مع ابوه وضا طلع الزلمة مذنم بدو ينحبس فهاي اما ننسأل عنها امام الله بنشوفكم في فيديو قادم لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفحل زر الجرس عشان اوصلك جديد لأول بول والسلام عليكم ورحمة الله